ترجمة نانسي قنقر مع بداية كل دور عقاد جديد يستعد أعضاء السلطة التشريعية إلى مرحلة جديدة من العمل التشريعي المستمر يستندون فيها إلى ما تم تحقيقه خلال الدور السابق من منجزات تشريعية متعددة يتم جمعها وتمحيصها في تقرير سنوي جامع يتشارك في إعداده مجلسات شورى والنواب ويتشرفون بتقديمه إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم جلالته حفظه الله ورعاه أكد خلال تسلمه التقرير السنوي لأعمال المجلسين على الدور المحوري الفاعل للسلطة التشريعية في دعم مسيرة النهضة الحضارية وتعزيز النهج الديمقراطي والدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا والتعبير عن تطلعات المواطنين وترسيخ مكانة مملكة البحرين وسمعتها المرموقة في المحافل البرلمانية العالمية هذا التقرير المحوري وبما حمله من منجزات تشريعية كبيرة يبرهن على المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو الأساس لتحقيق المزيد من المكتسبات والازدهار للبحرين وأهلها الكرام كما يعد مؤشرا على مدى التوافق والتناغم التشريعي والقانوني الكبير الذي ساهم في تعزيز النهج الديمقراطي ودعم تحقيق التطلعات الوطنية من خلال تنفيذ برنامج الحكومة وخطط وبرامج التعافي الاقتصادي والتوازن المالي والسعي الدائم لتعزيز الشراكة في صنع القرار مبادرات عديدة ومقترحات بناءة اجتمل عليها التقرير السنوي هدفت إلى تطوير الأداء التشريعي والرقابي وأسست إلى مزيد من الإنجاز والعطاء خلال دور الانعقاد المقبل الذي يعمل على تهيئة الفرص أمام أبناء البحرين لخدمة وطنهم وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين كافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر